اهلا بكم مشاهدين الكرام تقالت الدكاء الاصطناعي وده طبعا باختلاف تطبيقاته من هنا كانت التوجهات الرئاسية بالالتزام بالمبادرات الرقمية المختلفة اللي بدورها هتعمل على اعداد كوادر بشرية مؤهلة رقميا ومدربة على اعلى التقنيات التكنولوجية الموجودة حاليا على مستوى العالم خير من يحدثنا عن الدورة التي تقوم به وزارة التصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الدكتورة هودا بركة وهي مستشار وزير التصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية انا برحب بحضرتك يا دكتور هودا اهلا وسهلا بحضرتك على شاشة القناة التانية اهلا وسهلا بيكم واحنا بنرحب بيكم يعني في رحابة وزارة التصالات وتكنولوجيا المعلومات أهلاً بحضرتك يا دكتور. يمكن بنات مصر الرقمية أو إعداد كوادر رقمية مؤهلة رقمياً بشكل رقمي واحدة من أهم المبادرات والأهداف التي تشتغل عليها وزارة الاتصالات مؤخراً. دعني أعرف من حضرتك من الأحدث للأقدم من كام يوم تقريباً كان فيه تخريج الدفعة الثالثة من مبادر بنات مصر الرقمية والتي تخرج منها تقريباً 258 شاب. ممكن أعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن المبادرة دي وإيه كل معلومات عنها. خليني يعني يمكن أبدأ بحاجة مهمة جداً جداً أن وزارة الاتصالات والاكنولوجيا المعلومات بتهتم جداً بمحور بناء الإنسان. وإحنا ده شايتينه يعني عنصر فعال وأساسي في استراتيجية وزارة الاتصالات والاكنولوجيا المعلومات. فده أول شقة في هذا الموضوع. الشقة الثانية اللي مهمة جداً أن هذا القطاع مش بيعمل فقط على الجزء المحالي. إنما من أهدفنا الاستراتيجية أن يحصل زيادة للصادرات من قطاع الاتصالات والاكنولوجيا المعلومات. من هنا جه مبادرة مهمة جداً لوزارة الاتصالات والاكنولوجيا المعلومات هي أجيال مصر رقمية. أجيال مصر رقمية هي أن أنا إزاي أقدر أن أنا أمكن أنا أقول أولادنا أولادنا وبناتنا وشبابنا وشباتنا علشان يقدروا أن هما يبقوا عندهم عملية تمكين من تكنولوجيات الحديثة. واحد يقول طب أنا يعني هدرب الخريجين ولا هدرب الشباب اللي هما موجودين في الجامعات ولا نعمل إيد. وبالتاني إحنا يمكن من سنتين أطلقنا مبادرة كانت أجبال مصر رقمية وأجبال مصر رقمية كانت للطلبة من قول عدادي لتانية سنويا. الإقبال اللي حصل لهذه المبادرة والالتزام اللي الطلبة اللي بيعملوه فعلا وحارسين جدا على أن هما يستفيدوا من المبادرة دي خلانا نقول لا إحنا ممكن كمان نرجع لورا شوية كمان. براعا مصر رقمية. فعملنا براعا مصر رقمية وكانت ليه الصف الرابع اللي غاية الصف السادس لابتدائي. برنامج الصيفي اللي براعا مصر رقمية قد يأخذ فيه وبالفعل بيأخذوا النهاردة التدريب في الصيف خمسين ألف. خمسين ألف تلميذ وتلميذة على مستوى الجمهورية. أي أن كان المستوى بتاعه يعني كطالب كتلميذ هو يقدر أنه يكون معنا في المبادرة دي. احنا قلنا البراعا من رابع ابتدائي سادة ابتدائي. الأشبال بقول العداد التانية سنوي. الرواد رواد أي أن كان الطالب في أي كلية أو حتى تخريج من أي كلية فيش أي مشكلة وبعدين المتين تمانية وخمسين. الدفعة الثالثة بنات مصر رقمية. بنات مصر رقمية أيضا لجميع المحافظات. إنما هنا بنختص كليات محدثة. تمام؟ فلو أنا بصيت على المبادرات كلها هي في جميع المحافظات وجميع أنواع التعليم. ما فيش أي مشكلة في هذا. جامعة حكومية جامعة خاصة جامعة دولية تمام. مدرسة حكومة مدرسة خاصة تمام. محافظتك في أي أن كان المكان في الودي الجديد في شمال سينة في جنوب سينة أيضا أنت إيه؟ أنت معانا. تمام؟ الرواد أي أن كانت كليتك برضو أنت معانا. فيش أي مشكلة أنك أنت تقدر أنك تتقدم لي المبادرات دي. يمكن برضو أنا عايزة نوح عن الجزء الخاص بالشروط. إن الشروط هدفها أني أنا أتأكد من عملية الانتقاء. تمام؟ ليه؟ لأن إحنا طبعا عداد اللي موجودة عندنا في المراحل المختلفة بتكون كبيرة جدا. وبالتالي لازم نتأكد أن الطالب اللي هياخد هذا البرنامج التدريبي يكون بالفعل قادر على أن هو يستوع بهذا البرنامج. أنه يحقق الأهداف المطلوبة وأنه بالفعل يساهم في استراتيجية وزارة الإنسانات تكنولوجيا المعلومات. سواء كانت في بناء مصر حديثة أو في جذب استثمارات وزيادة الصدرات. بنات مصر قامية بالذات لأن لها طبيعة خاصة جدا. هي زي ما بنسميها قمة الهرم. ليه؟ لأنه هذا الشاب مفروض أنه هو بياخد ماجستير مهني من جامعة دولية. أول حاجة مثلاً لغة الإنجليزية. يعني ما ينفعش أن أنا أجي أقول كده أن أنا يعني إيه؟ هتغضى عن اللغة الإنجليزية في عمليات الانتقاء. لأنه هو هيتعامل مع أساتيزة ودكاترة في جماعات دولية. زي جامعة أطوة، زي جامعة كوينز. زي من أرقى الجامعات. فبالتالي لازم يكون عنده لغة للتواصل. فبالتالي اللغة الإنجليزية شيء أساسي. المهارات الحياتية شيء برضو أساسي. فعش أن إحنا النهاردة أنا بطلع منتج متكامل. بيعرف يتكلم، بيعرف يعبر عن نفسه. دي كلها مهارات إحنا بتقع عندنا تحت المهارات الحياتية. ده برضو جزء مهم جدا. من البرنامج. من البرنامج. بعد كده ماشي. الجزء الفني. ده بنعتبره ده طبيعي. فالجزء الفني أنا علشان أقدر أتأكد أن الطالب اللي هو هيحصل على ماجستير. لازم يكون يعني تقديره امتياز، تقديره جايد جدا عشان أقدر أن أنا أخده معايا. ومن كليات برضو محددة. لأن أنا عايز حد مثلا للأمن السيبراني. أما عايزة هندسة، عايزة علوم الحاسب، عايزة كليات زكاة استناعية، عايزة علوم قسم حاسب آلي. دي كلها كليات بتؤهل في بونات مصر رقمية. والتفنون رقمية. أنا أتكلم مثلا عن الفنون جميلة، الفنون تطبيقية. لكن لما مثلا بتكلم على حاجة زي علوم البيانات. داتي أناليتيكس وتحليل البيانات. ممكن أننا كليات زي تجارة واقتصاد يكونوا موجودين. رواد مصر رقمية بقى بتقول لك لأ. أنا تمام. كل كليات. كل كليات. خلاص. كل كليات احنا عندنا في الدفع الأولى 35 مصار وظيفي. ممكن نقف المصارات محددة لكليات محددة. إنما تنوع المصارات يعني 35 مصار وظيفي معناها أن أي كلية هتدخل هتلاقي. إنه يكون فيه مصار وظيفي موجود لك. فده شيء مهم جدا. الدفعة الثانية عندنا مثلا 27 مصار وظيفي. برضو. واحد يقول تب ليه مش كل المصارات؟ لأن إحنا بنخرج على حسب حاجة برضو. سوق العمل في الوقت ده. خليني أسأل حريك سؤال لو دلوقتي أنا مثلا حد زيي مثلا. خلاص أنا تخرجت ومش من كلية تؤهلني إن أنا ألطحق ببنات مصر الرقمية ولا من الدفعات المحددة. وعايز ألطحق بأي مصار من المصارات؟ أو عايز أطور نفسي في الدكاء الاصطناعي والأمن السايبروني؟ أو أي لون من الألوان اللي بتقدمها الوزارة؟ إزاي أقدر ألطحق؟ لهو حضرتك إحنا بنعتبر رواد مصر الرقمية هي القسم الأعزم المشترك. إنتي قلت 258 دفعة رواد مصر الرقمية الدفعة الأولى فيها 15 ألف طالب. طالب وليس خريج؟ طالب وخريج. رواد مصر الرقمية للطلاب والخريجين. يعني إحنا لسه بنناقش حتى سن كام؟ أوكي. هل سن 35 ولا سن 40 ولا سن كام بزبط؟ يعني ده يمكن الجزء اللي إحنا بنتناقش فيه لكن هي للطلاب والخريجين. خليني أسأل حريك سؤال فيما يتعلق من بداية المبادرات براعم؟ خرجنا منها جام طفعة تقريباً؟ البراعم هي ابتدت السنة اللي فاتت كانت 10 تلاف طالب. أوكي. والأشبال اللي حققنا قد إيه تقريباً فيها؟ الأشبال إحنا عملنا سنتين. السنة الأولى كان عندنا تقريباً 8 تلاف أول سنة. وكنا إحنا مستهدفين 3 تلاف فقط. مش مش أكتر يعني. ووقتها الدكتورة عمر طلعت لما لقى الإقبال الرهيب اللي موجود فإحنا زودنا. خلناها 8 تلاف والسنة اللي فاتت عندنا تقريباً 17 ألف. طب خلينا بس نروح في النورة دي لجزئية مهمة جداً وهي أن كل المبادرات دي مجاناً. ده قدم من الوزارة في شكل منحة؟ والله كويس نك أنت يعني قلت الموضوع ده. ليه؟ لأن يعني عندنا صفحات بأولياء أمور براعم مصر قميع. يعني كلهم صحابي يعني وكده ومختلف الصفحات اللي موجودة. بنلاقي حاجة كده بتقولك إيه لأ ده رجو الأعمال هو اللي تبرع. وتبنى المبادرة. وتبنى هذه المبادرة. فيش كلام من ده خالص. نهائي. كل مبادرات أجال مصر قمية براعم أجبال. رواد. رواد بنات. بنات مصر قمية يعني ده استثمار كبير جداً. وده كان بتكليف رئاسي في سبتمبر 2020 من فقامة الرئيس. وقتها قال أيّاً كانت الموازنة المطلوبة المهم تلاقي إيه الشاب الذي يستحق ده ونقدر إن إحنا نقاحله. هي جزء منها أونلاين وجزء منها أفلاين؟ كل هذه المبادرات فيما عادة بنات مصر قمية. هي 75% أونلاين و25% فيزيكل أو بييجوا فعلاً في مركز التدريب. بنات مصر قمية حاجة تانية خالص. يعني أنت جاي بقى إحنا مستوضفينك من المحافظة. كانوا يعودوا معانا عام كامل. عام كامل في مقر مركز شباب الجزيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وده كان يعني كل حاجة الدولة هي اللي متكفلة بها. حلو جداً. دعيني روح يا دكتور لشق آخر وهو فكرة أن في مبادرات أخرى بتقدمها وزارة التصويرات وتكنولوجيا المعلومات بعيداً عن المضالة الكبيرة وهي أشبال مصر الرقمية. يعني من كام يوم تقريباً كان في ختم الدورة الثانية من بناء القدرات للذكاء الاصطناعي للجامعات. صح. فمكحرك تحدثينا بشكل أكبر وموسع عن المبادرات المختلفة بعيداً عن أجيال مصر الرقمية. فعلاً كان فيها عندنا حفل اللي هو خرجين برنامج الزكاء الاصطناعي. طبعاً موضوع الزكاء الاصطناعي ده موضوع من الموضوعات الهمة جداً. وبالتالي إحنا لازم نروح في كل مكان يعني إيه؟ يعني واحد يقول طبعما أنتم بتعملوا هنا طب ليه بتكرروا. طب لا بنكرر لأن هذا البرنامج مثلاً فيه حتة حلوة جداً هي إيه؟ هي رفع قفاءة أعضاء هاي التدريس. وإزاي أن أعضاء هاي التدريس يدمجوا الجزء التطبيقي داخل المنهج بتاعه. يعني هو يشمل الطلاب والدكاترة. هو بيشمل أساساً الدكاترة. خلاص والدكاترة بتقدر أعضاء هاي التدريس بتعمل إيه؟ بتخلي أن أنا لما أخذ مثلاً مشروع تخرج بتاعي تقدر تنفذ فيه إيه؟ المعلومات العضو هاي التدريس أصبحت هو متمكن منها. فبالتالي بينقلها للإيه؟ للطلاب. طيب خليني أنتقل لنقطة أخرى وهي فكرة أن فقامة الرئيس عبد الفاتح السيسي دايماً كان بيحس على تعلم المهارات التكنولوجية المختلفة. ويمكن كان فيه تصريح لي مهم جداً أنه لما نمتلك المهارات التكنولوجية ممكن نقدر نحصل على وظائف أونلاين بتوصل لعشرين ألف دولار في الشارع أو تلاتين ألف دولار في الشارع ويمكن أكتر. بالتزامن مع نتاج الثانوية العامة والتنسيق. عايزة نصيحة من حضرتك لطلاب الثانوية العامة المقبلين على الجامعات في اختيار الجامعات اللي تتعلق بالتكنولوجيا والمهارات التكنولوجية المختلفة وتغيير النمط بقى في اختيار الكلية. الكليات النهاردة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت قسم أعظم مشترك. يعني أنا مثلا اقتصاد يعني اقتصاد يعني أنا بعمل نمازج نمازج دي بتعتمد على والتنبؤ ما ده عبارة عن ذكاء استناعي لكن معنى الاقتصاد هو اللي أنا بغضو في الكلية. طب هل أنا قدر أخد ده فقط من غير النمازج اللي هي النهاردة أصبحت موجودة للتنبؤ؟ التنبؤ؟ لا طيب ماشي في حد تاني هيحط لي الموديل بتاع التنبؤ؟ ماشي أوكي ده ممكن يكون خريه هندسة لكن أنا كاقتصاد لازم أتعلم ازاي أستخدم هذا النموذج عشان أستخدمه في ما يخص الاقتصاد دايما أنا بقول يعني إيه العمل الرقمي للجميع ده شعار المرحلة أيا كانت كليتها خليني أسأل حضرتك دكتور هودا سؤال آخر أخيرا هو أنه إزاي الشباب مؤخرا يفضل محافظ على الاستمرارية في الحصول على فرص في ما يتعلق بالعمل الحر لأنه حضرتك زي ما حضرتك عارفة الشباب بقت مؤخرا بتسعى للحصول على موظيف العمل الحر بعيدا عن العمل الرسمي والوظيفي وها جدا الصح بتاعك إيه بقى أنك إنتا اتعلمت إزاي قلاص أنت بتقدر أنه عرضا في حاجات كتير سيرف ليرنين تقدر أنك إنتا تستغل لها وتقدر أنك إنتا بقى تقول إيه طب أنا كنت بعمل دوت نات أنا هعمل جنبيه الرياكت لا ده أنا هعمل جنبيه أنجولر أنا هعمل جنبيه كذا بتجي أنك إنتا تطوير الدات تطور نفسك علشان تقدر أنك إنتا يعني تاخد فرص أكتر أو تلاقي مهام أكتر على منصات العملية دكتور هودا بركة مستشار وزيرة صلاة تكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر في البداية على كل المجهود اللي بتقوم بيه الوزارة وبتأكيد على هذا اللقاء المثمر والغني بالمعلومات الكثيرة جدا فيما يتعلق بالمبادرات اللي بتقدمها الوزارة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لكي وشكرا طبعا لحضرتكم وهو الشكر دايما موصول للدكتور عمر سميح طلعت لأن الحقيقة هو بيدينا كل الدعم ودايما يقول لي يعني ايه كل اللي حضرتك محتاجات لكن المهمة فعلا نصل لكل الشباب وكل الشابات في كل أنحاء الجمهورية شكرا جزيلا دكتور هودا بركة مستشار وزيرة صلاة تكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية شكرا جزيلا كذلك الشكر موصول لحضرتكم مشاهدين الكرام لمتابعة هذا اللقاء كنت معكم أنا علا حجازي وإلى اللقاء مورسي لونة ten tv